مرحب بكم ان شاء الله تكونوا بخير النهاردة الفيديو كله اناقة وانوسة وشياكة هو مجموعة من الاسكارفات والاسكارف دوت من القطع الاساسية في دولاب اي سيدة عربية وكمان هو من التراث ومن ثقافتنا القديمة في الاول زي ما حضراتكم شايفين كده هنعرض لكم تشكيلة من الاشكال والالوان المختلفة للاسكارف وبعد كده هنعرض لكم صور تانية بتبين طريقة لبس السكارف وطريقة لفه وافضل الطرق اللي ممكن تزيني لبسك بيه السكارف وعلى فكرة السكارف دوت مش موضة حديثة لأ السكارف ده موجود من مئات السنين وده كان جزء من الاحتشام والحياء في الثقافة الاسلامية وده بيشوفه في المسلسلات التركية أو المسلسلات التاريخية كنا بيشوف زي المرأة بتلبس فستان محتشم طويل بكم وعليه السكارف سواء كان السكارف ده عبارة عن سكارف صغير اشرب صغير او طرحة طويلة دلوقتي السكارف بقى طبعاً اتطور مع العصر الحديث وبقى مواكب للموضة وفيه منه بقى القماش الحرير والقطن والشيفون والصوف والوان وأشكال وزخارف مختلفة زي ما احنا شايفين أشكال كلها تحفى كلها روعة السكارف ده بيكمل اطلالتك وبيبين جمالك وبتلبسيه بطرق متعددة وبتلف حوالين الراس بشكل انه يغطي الشعر والرقبة ممكن كمان بيتلف بشكل أنيق لحوالين الرقبة بيدي لمسة كده أناقة وجاذبية على مزارك فانت بقى تختاري السكارف اللي يناسب شخصيتك وزوءك وطريقة لفه كمان بتبين شخصيتك بتبين هويتك انت السكارف ده بيتلبس في أماكن ومناسبات كتيرة مناسبات رسمية وغير رسمية بيتلبس في المكتب بيترايحك جمعة في وظيفتك مضيف الطيران شغالة بنكيرة كمان على البحر عشان انت لو عايزة تحفظي على شعرك من الشمس أو الهوى ما يطيروش يبهدل تسريحة شعرك مسافرة في الطيارة يعني احنا في الأفلام والمسلسلات الأديمة كنا بنشوف الفنانات مثلا مريم فخرت دي دي كانت الأستاذة في لبس السكارف كمان نبيل عبيد بتلبس السكارف بطريقة شيء جدا على بليزر يعني بصراحة كانت أنيقة قوي الصور اللي بتتعرض قدام حضراتكم شوفنا السكارف مربوط كده زي فيونكا على الرقبة مربوط على شكل كرافات كده مع البليزر بيتربط على الشعر كده من الخلف بيتلبس كطرحة كشال بيتربط على بيتحط كده بيتعلق على شنطة الإيد بصراحة ليه طرق جميلة جدا وأشكالها وحيلوة قوي والسكارف ده بيدي طالة أنيقة جدا طالة كلها أنوثة وشياكة وبيدي كده يعني بيقول كده أنك أنت حد مميز على فكرة السكارف مش للمرأة المسلمة فقط لا ده جميع الصيدات في جميع الديانات بيتلبسوا وكان بيلفت نظري جدا مضيفات الطيران كانوا بيلبسوا السكارف ده بطريقة أنيقة جدا وشيك جدا مع تبس بتاعهم مع التيور بتاعهم بطريقة شيك قوي وطريقة لطيفة جدا كمان موظفات البنك لما بيلبسوا البدل الفورمل بتاعتهم بيحط السكارف ده بطريقة شيك جدا سواء كان كرافات أو بيتربط زي فيونكا كده صغيرة أو بيتنزلوا كده على رقابتها بيبقى شكل شيك جدا وبيدي كده يعني فخامة شوية للمظهر وفي نفس الوقت أونوسة وزي ما احنا شايفين ان الفيديو فيه تشكيلة رائعة وتشكيلة جزابة جدا وألوانه ساحرة جدا جدا فيه منه ألوان صيفي وألوان شتوي زي ما احنا شايفين دي من الألوان الصيفية الأورنج والأزرق والبينك وفيه ليه؟ ألوان للإطلالة الشتوي طبعا يعني حاجة شيك جدا وحاجة لطيفة جدا إن شاء الله كده يكون الفيديو عجبكم ورضاكم من فضلكم بقى أنا محتاجة تشجيعكم ودعمكم لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد وكومنت لطيف منكم شكرا لكم في أمان الله دمتم بخير مع السلامة شكرا لكم